اطلقت امس بسراي الحكومي خطة لبنان الاستجابة للأزمة هذا هو عنوان الخطة اللي اطلقت بحضور رئيس تمام سلام طبعا ونائب الأمين العام للأمم المتحدة يان إلياسون وصلتت الضوء بحسب جريدة النهار على أولويات الحكومة والمجتمع الدولي للسنتين المقبلتين للاستجابة للأزمة التي تشهدها البلاد جراء تدفق اللاجئين السوريين المسجلين منهم مليون ومئتين ألف معدى غير المسجلين الوزير سجعان أزي دكتور فياضي اللي شارك بالاحتفال سأل عبر النهار كيف يريد المجتمع الدولي استقرار لبنان وما بيساعده على تحمل أعباء مليون ونصف مليون لاجئ سوري ووصف الأمر بأنه قمة الخبث والتآمر على لبنان اللي تعاطي مع هذا الموضوع يعني سواء من الحكومة اللبنانية أو من المجتمع الدولي كيف تقرأينا؟ يعني التآمر ما بعرف أنا بقول الخبث إيه أنه المجتمع الدولي يعني بيبعت ناس بيطمع خبث أو لا مبالات كمان لا مبالات وخبث أنه فيه نوع يعني وقت اللي بيقولوا إيه بدنا نساعدكم اليوم قريت عنوان قال أنه لبنان بياخد أكتر مساعدات نعم أكتر بلد محطي بالمساعدات نسبياً طيب أنه بس هاي البلدان هي بلدان ضعيفة ويعني مثل الأردن أو لبنان ما عندهم قدرات مالية أصلاً فشو معطون مساعدات إذا كان لبنان نسبياً عم ياخد أكتر هذا ما بيعني أنه هذا كافي وبعدين الآن هناك يعني توقع أنه ما يوقفوا الحصص الغذائية وإلى آخرية طبعاً هاي مشكلة كتير كبيرة يعني وقتنا نقول مليون ونص يعني تقريباً أقل من نصف اللبنانيين بشوي يعني أي بلد ممكن يتحمل يعني بس خلينا نفكر بالبنية التحتية خلينا نفكر بالكهرباء بالماء بالطرقات يعني اللي شايفين العجقات السير بالمدارس بالطبابة بالأدوية بالخبز إذا نفكر بكل هول منلاحظ أنه أي بلد في يحمل فجأة هتقل كله وهو وضعه على كفع فريط أصلاً وهو بيشكي وهو عنده ديون وهو عنده أزمة اقتصادية وأزمة اجتماعية هو عنده ناس عمال عم يطالبوا بتصحيح أجور موظفين لا يحصلون عليها مع الحدن هلأ فاق مع الحدن فاق بكرة بيفيقوا بكرة بيفيقوا بعد العيد بتقول هيئة التنسيق عم يقولوا هيئة هاي البلد شو ما ساعدوه نعم هيدا الخبث كيف بيكون طبعاً هني كأفراد مش المشكلة فيهم المشكلة باليون ككلو علاقتها بالمجلس الأمن والأمم المتحدة أي كلام يعني تطمينة لا يطعم خبزاً إلا إذا عملوا منطقة بسوريا محمية يعني محمية من الطيران يعني منطقة الطيران السوري لا يقصفها ويستطيع ساعتها المواطن السوري يعود هناك وهنيك يمكن يقدر يزرع يقدر يشتغل يعني بيكون ببلده بوطنه هذا هو الحل المناسب فعلاً للمجتمع الدولي إذا بدوا يساعد لبنان مش بس لبنان لبنان والأردن بس الخبز هون إنه بيجوا يعني إذا أنت عندك مكان عم يسبب لك التهاب هني عم يطبيبه مش عم يطبيبه عم يحطوله شوية سبيرته أو دواء أحمر لما يبدو من سبب الالتهاب طبعاً هذا لن يؤدي إلى شيء ونحن مجتمعنا وبعدين أنا يعني خلينا نحكي شوي عن العنصرية اللي بيتهموا فيها اللبنانيين بس مع كتير كلام أنا أدين أي عنف ضد أي شخص خاصة اللاجئين وضد التعميم مش كلما مسلح سوري يقوم بعمل يقوموا ينتقموا من فرد حدهم سوري بس خلينا نقول إنه فيه تقل على لبنان وهي اللجوء والهجرة والتهجير والانزياحات تتسبب أصلاً تضعف اللي جاي من الخارج وتجعله قابل لإنتاج عنف أكتر من الإيام العادية كيف إذا كانوا هني معرضين العنف مثل بلبنان مثل بسوريا فيعني فيه شي موضوعي بيسبب بالعنف بحب نفسه لنقول إنه في عنا شروط تبرز إمكانية عنف عند الأشخاص وتجعلهم يتصرفون بشكل عنصري بس مش معناه كل اللبنانيين عنصريين يعني حاجة نحكي بنفس الطريقة في كتير لبنانيين مثلك ومثلي ومثل كل اللي منشوفهنا على الفيسبوك وعالأرض عم يساعدوا السوريين حقيقة خلينا نضيق كمان يعني على الأطراف اللبنانيين اللي هي عم تحميهم وعم تساعدهم وحملي همهم وجمعيات وبيعملولهم مدارس للولاد وبياخدولهم الأكل والطعام وإلى آخره فيه سلوك مدان هيدا السلوك سببه يعني العنف يتسبب بالعنف وهيدا سببه الشعور بضعف الدولة وبأنه الناس متركين يعني بس ما نعمم ما نعمم نقول اللبنانيين عنصريين بالعودة لخطة النازحين مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بلبنان لوكا رندا بيقول لجريدة الحياة أنه لبنان ما في مجلة المؤارنة بين وبين دول أخرى لأنه استقبل بسنتين ما يعادل ربع سكانه الأصليين واللبنانيون يشكلون المجتمعات الأكثر تأثرا بالأزمة السورية مسألة النزوح كانت موضوع رئيسي بمباحثات ميخايل بوغدانوف جون فرانسوا جيرو وفريدريكا موغيريني بحسب جورج عالم بالجمهورية يلي نقل عن بوغدانوف قوله أنه واقع الشعب السوري ومصيره مفتاح ومنطلق لأي حوار وأكثر من ستة ملايين نازح داخل سوريا يوازي هذا العدد في لبنان والأردن وتركيا وسائر الدول القريبة والبعايدة يعني حل الأزمة يمكن مع النظام السوري يعني حل الأزمة السورية بشكل عام يجب أن يبدأ من معالجة موضوع النزوح لأنه قسم كبير من الشعب السوري بات يمكن نازحا داخل سوريا نفسه قبل ما ينزح للدول أبعتقد هاي الفكرة يعني فيها قدر كبير من الصحة لأنه مظبوط إذا ما عملوا نزوح وإذا ما عملوا نزوح داخل سوريا وخارجها هول ناس رح يكونوا النظام ما بيوسق فيهم ولا هني بيوسقوا بالنظام يعني ما ممكن يصير في حوار وانت عندك حوالي عشر ملايين يعني تقريبا يعني أقل من نصف الشعب السوري بشوي هول خارج المعادلة ما هول يعني رح يكونوا ضد أي حوار أو خارج أي حوار وبالتالي غير مجدي يعني ملاحظة أنه روسيا طبعا عم تحس بالمشكلة عم تحس بالمشكلة الآن لأنه إذا عم تشوف بدأت تطلط تتورد بهالطريقة بسوريا بوضع أوكرانيا والقارم ووضع الصعب اقتصاديا وتورطها اللي ما كانت كتير حاسبة أنه رح يودي لهون يعني وضع اقتصادي اليوم الروبل للأنوان أنه آشت والضغوط من باب انخفاض سعر النفط بشكل دراماتيكي يعني اليوم أول مرة من كذا سنة وصل صارت هي بهمها نوع من حل بس كمان هي بدأت تقنع إيران لأن إيران وجودها الآن قائم على وجودها بسوريا وجود النظام الإيراني مرتبط يعني حتى لو الإيرانيين اضطروا يحرموا حالهم رح يساعدوا النظام السوري وعلى كل حال لاحظنا أنه الاتفاق النووي خلاهم ياخدوا خمس ملايين ييرو تقريباً بقتد هي هذا لا يخلوهم يضلوا يدفعوا المطلوب منهم بسوريا في نوع شوية من نوع تناقض بين روسيا وإيران عم يظهر بها التحركات هاي بس بكل الأحوال فيه الأرض فيه ما يحصل على الأرض بسوريا اللي هني كمان ما بياخدوه كتير معين الاعتبار بيفتكروا أنه فقط ما يحصل في الأعلى سوف يعني ينعكس مثل ما بدهم بإيرادوية على الأرض لا فيه الأرض فيه الشعب السوري هيدا يمكن اللي هلأ صار ملتفت له بسوريا بوغنانوف أنه فيه اللاجئين والنازحين بدنا نهتم فيهم بدك تشوف رأيهم هؤلاء سوريين بالنهاية ما أشرت إليه من موقف عن أن لبنان هو أكتر دولة تحظى بدعم مالي نسبي نسبي خلينا نظهر نسبي كلمة نسبي هي ممثلة مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بلبنان نينات كالي التي قالت هذا الأمر لجريدة النهار وأكدت أن الأمم المتحدة تتطلع لبرنامج يحظى بدعم إنساني للاجئين وللمجتمعات المضيفة الضعيفة وحجم النداء لهذا العام هو 2.2 مليار دولار حددنا أهداف تقول المسؤولة الأممية أن نتوصل لإعادة توطين 130 ألف سوري خلال عام 2016 وتلقينا التزامات حاسمة من مناطق عدة وعندنا برنامج لقبول 67 ألف لاجئ سوري بدول أخرى يعني توطينهم بدول أخرى فسكيج يعني هول من هلأ لا من هلأ ليوطنهم بكون صار فيه مليونين زيادة تهجروا لأنه كرمالوا عم يكب براميل على قرى وهولي عم يتهجروا يعني هني بحطوا بحلوا مشكلة لو 200 ألف بدي يصير عندهم مليونين بالـ 2016 كنا عن روسيا عن إيران لم نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية الإدارة الأمريكية كيف يعني من هلأ لتنتهي وليت الرئيس أوباما أي قدرة له راح تكون بيظل وجود مجلس شيوخ معارض أيضا لهوان ما يعني عم يسموه البطل عرجاء من الآن وأكيد فيه ضغط عليه بس هو يبدو بالنظام الأمريكي قادر يوقف قرارات بيتخذها الكونغرس قادر يكون هو مباشرة يعني يمشي الاتفاقية مع إيران هو كرئيس بأتقد راح يقيم عن ظهره الحلول مفتكر أنه بس يمضي الاتفاق مع إيران راح يكون عمل شي تاريخي نعم غير مسبوك مثل ما حصل مع نيكسون والصين ما بعرف إذا على المدى الطويل جدا هالشي راح يكون الحق معه بأنه تفيدهم اقتصاديا يعني يمفتح لهم الأرجح هو هاي هدفون يمفتح لهم سوق إيران وما تفتحه على الشرق الأقصى بس بالمدى المنظور بالمدى الهي راح يكون رئيس فاشل بعتقد مثل ما عم يوصف ورح يطلع يورط للرئيس اللاحق كل المشاكل اللي ما عمل إلا احتفظ فيها أو زادها سوءا وبشكل يعني راح يصير صعب التعامل معه لأنه شو ما ربح اقتصاديا يعني المنطقة كلها عم تتفتت عم تنهار التشرزم المذهبي يعني كل شي بيعملوا راح يقرأ من قبل السنة بالمنطقة العربية واللي هن الأكترية الأكترية يعني بشكل إنه معادي لألهم وهو كذلك يعني وقت اللي بيعتمد على إيران حتى بيدخلها بالتحالف بهالطريقة غير مباشرة وبغطي تدخلها بالعراق وبسوريا هو شو بيكون عم يعمل هو بيكون عم يزيد المشاكل يعني ممكن يكون إذا وفق خامنئي على أنه يعمل الاتفاق بيقدر يعمل يعني خططه ممكن إذا فتحت أسواق إيران تكون بجزء مننا صحيح بس بالباقي كله عم يراكم مشاكل هائلة وعنف على الأرض يعني ما معرف قديش بيناسب النظام العالمي إنه العنف لأنه إذا هيك ومطقة مشتعلة تماما إذا هيك ظروف الطبخات هو عنف مستمر لأنه الشعوب لا يمكن أن تقبل بهذا القمع والقهر اليومي اليومي يعني أنه تجي إيران تتصرف مثل ما بدأ بأربع دول عربية تقول أنا حدودة حتى نعم مثل ما قال اليوم متوسط من اليمن إلى لبنان نعم حدودة لهون هن عندهم أربع عواصم عربية بيفرضوا عليها رأيهم وما يريدون أوامرهم هيدا كله عم يأجج القهر عند العربي العادي وهيدا لا يبشر بأي خير إيران هي بدها يعني مشكلة إيران وحزب الله أنه هني بأججوا العصبية بيفتكروا فقط ليجمعوا الشيعة حولهم بس هني بنفس الوقت عم يخلقوا وهيدا هني بدون بحل سحري بدون بس يخلوا الشيعة حولوا حولوااتهم بقوة وما بدون السنة يتكتلوا بس هيدا الحلول السحرية بتكون بدماغهم على الأرض عم يصير في تكتل معادي ومش بس يعني مثل داعش يعني إرهاب عادي إرهاب عادي متفلت يستخدم التكنولوجيا بشكل ممتاز يعني عم يسبقهم فعليهم مواجهة هذا الأمر بهل خلاصة ممكن وصلنا لختم وقتنا حديث شيء يمكن بده وقت أكتر بدي أشكرك دكتور مونة فياض على حضورك معي اليوم شكرا أيضا للمشاهدين على المتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر